أجرى الرئيس عبد الفتح السيسي مباحثات مع نظره الموزنبيقي فليب نيوسي فور وصوله على عاصمة مابوتو في مستهل زيارته لموزنبيق وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الموزنبيقي فليب نيوسي رحب بالزيارة التاريخية لرئيس السيسي معربا عن اعتزاز بلاده البالغ بهذه الزيارة كونها أول زيارة على الإطلاق لرئيس مصري إلى مابوتو مثمنا جولت الرئيس السيسي الحالية إلى عددين من الدول الإفريقية والتي تعكس اهتمام مصر العميق بإفريقيا وحرصها على دعم أشقائها في القارة وعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه لكونه أول رئيس مصري يزور مابوتو ومن ثم تطلع مصر لأن تساهم هذه الزيارة في فتح أفاق التعاون بين البلدين بما يحقق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الثنائية مؤكدا حرصه على زيارة موزنبيق في هذه الجولة الإفريقية انتلاقا من التقدير لعلاقات الأخوة التاريخية التي تربتها بمصر وكذا دورها الهام في إقليم جنوب إفريقيا كما أكد الرئيس جداء فاق واسع لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي بين مصر وموزنبيق مشيرا في هذا الصدد إلى هامية العمل على الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين لتنصيق مع مستوى العلاقات الثنائية المتميزة فضلا عن الحرص المتبادل على تعزيز تواجد الشركات المصرية العاملة في موزنبيق وتشجيع شركات جديدة على الاستثمار هناك لا سيما في مجالات تطوير البنية التحتية والزراعة والاستزراع السمك والصحة بالإضافة إلى مواصلات تقديم مختلف أوجه الدعم وبناء القدرات للأشقاء في موزنبيق في مختلف المجالات المدنية والعسكرية